اشتركوا في القناة في حل مشكلة اعدام الامن على الحدود الفاصلة علاوة على الرغبة المتزامنة في تمتين اواصر العلاقات ورسم افاق واسعة ودعم الاتفاقات السابقة في مجالات غير قليلة وورقة الامن في سجل الزيارة وضع الاتفاق المشترك النقاط عليها ويمكن القول تم تجاوزها اما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين فان جريمة المطار الغادرة والجبان التي نفذتها لدار الاماركي السابقة تمت صياغتها قانونيا باجراءات بدأها اخ الشهيد القائد المهندس وقدم دعوى قضائية رفعت في محكمة تحقيق الكرخ ضد الرئيس الاماركي ووزير خارجيته ورئيس الوزراء العراقي السابقة ومدير عمليات جهاز المخابرات العراقي فهي انتهاك صارخ للسيادة العراقية وللقانون الدولي ولا تزال الجهود مستمرة في ترجمتها على الواقع وبالتنسيق مع اللجان المشتركة بين العراق والجمهورية الاسلامية التي شكلت منذ مدة اذن مشاهدين او مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو ان تبقوا معنا اذن مشاهدين التباحث في عديد من الامور والجهود المشتركة بين البلدين قضايا الامن والاقتصاد هي العناوين الابرز في لقاءات القيادات العراقية الزائرة للجمهورية الاسلامية الايرانية فضلا عن ملف الوساطة العراقية ودورها بارساء الاستقرار في منطقة غرب اسيا المزيد مع الزميل علي حبيب في ثالث زياراته الخارجية حتى طائرة رئيس الوزراء العراقي في طهران بعد عمان والكويت تحمل في طياتها تسعة ملفات مهمة الامن ورفع مستوى تنسيق المعلومات بين البلدين اولوية الحوار بعد انعكرت العصابات الارهابية المسلحة التي تتخذ من الاقليم منطلقا لتهديد امن الجمهورية الاسلامية وهذا ما يتعارض مع منهج حسن الجوار فبغداد تتحرك لاغماد النيران حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي مجاميع أو أي أطراف تستخدم الأرض العراقية للإضرار والإخلال بأمن ايران هذه سياسة العراق لن يكون محطة أو نقطة انطلاق للإضرار بدول الجوار ايران محطة انظار الجميع ففضلا عن ملف التنسيق الميداني على الشريط الحدودي هناك ملفات تبادل التجاري والغازة والمياه ومباحثات تفعيل اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة فهذه عنوين بارزة على طاولة اجتماع بغداد وطهران وسط توقعات بترجمة المخرجات خلال الأيام المقبلة بين إدارة البلدين هناك العديد من القضايا التي سوف نتناولها في مباحثاتنا بما في ذلك الاتفاقيات والمذكرات التي تم إبرامها سابقا القضايا المصرفية والنقدية وموضوع تصدير الكهرباء والغاز ملف الوساطة والأدوار الاستراتيجية فرص متاحة وسانحة أمام العراق في خفض التصعيد بين التيارات المتقابلة في منطقة الشرق الأوسط بما يمكنه من تقليل حجم التوتر وتصفير القضايا العالقة ومن هذه المنطلقات تولي حكومة السودان أهمية للعلاقات الخارجية علي حبيب الأيام المقضائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السياسية سيد علي فضل الله أهلا بكم سيد علي البداية معك دكتور صالح إلى أي درجة هذه الزيارة مهمة بالنسبة للعراق وكذلك للجمهورية الإسلامية في هذا التوقيت تحديدا نعم أولا تحية لك أولا ضيفك الكريم وإلى مشاهديك الكرام بالتأكيد العراق حقيقة بلد ذو مكان أهمية على منطقة الشرق الأوسط وبالتالي تربطه علاقات إقليمية عربية وغير عربية مع الدول الجوار وأعتقد أنه قبل عام 2003 كان هناك عسكرة للسياسة الخارجية وبالتالي هناك صنعت عداءات كبيرة حرب ثمان سنوات مع الجارة إيران واجتياح لدولة الكويت وتأزم وأزمات في العلاقات الدولية وبالتالي بعد عام 2003 أيضا يعني بقى العراق يعني يحارب الأهراب ولم يلتفت إلى موضوع صنع السياسة الخارجية بما هو حقيقة بما هو يجب أن يكون وبالتالي أعتقد الآن وبعد أن تم حقيقة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد السوداني أعتقد هناك فرصة من التحرك الدبلوماسي لتطمين دول جوار وأعتقد الزيارات السابقة كانت لجارة الكويت لوجود عدة ملفات كبيرة وأيضا جارة الأردن وبالتالي الآن المحطة الثالثة وهي طهران أعتقد تربطنا علاقات تاريخية مع طهران منذ التفاقية أرض روم التي عقدت في الحقد من التاريخ وبالتالي وصولنا لتفاقية الجزائر التي ألغيت نتيجة الحرب وأعتقد أنه نحتاج إلى تفعيل بعض التفاقيات لا سيما في المجال الأمني والستراتيجي والاقتصادي وأن يتحول العراق من السياسة الخارجية العادية إلى سياسة العلاقات الدولية التي تشمل الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي وحتى حقيقة الدبلوماسية الشعبية حتى نصل إلى مخرجات إيجابية لكن دكتور في هذه المعطيات المتوفرة حاليا دوليا وإقليميا أي الملفات أهم حاليا بالنسبة للعراق؟ أمنية أم الاقتصادية أم استراتيجية؟ نعم سؤال مهم جدا الكل مرتبط بالآخر بالتالي نحتاج إلى حقيقة أولا الجانب الأمني الحمد لله الآن مستتب نوعا ما في العراق هناك خروقات في شمال العراق نحن حقيقة كبلد لا نقبل بالاحتداء على أي جار سواء كان على الأجار إيران أو على تركيا أو على دول الجوار العربي وأيضا نحتاج احترام مقابل من قبل هذه الدول وبالتالي تحل الخلافات بطرق دبلوماسية أعتقد أن السيد السوداني باعتباره رئيس ملسة وزراء هو الصانع السياسة الخارجية الأول وأعتقد أنه يستطيع أن يفعل الكثير بما يمتلكه من مهنية وعلاقات طيبة مع الجار إيران وأعتقد أنه الجوانب الأخرى التي تمثل الجانب الاقتصادي له تأثير حقيقة مباشر مع الجار إيران باعتبارها تمر في ظروف صعبة جدا نتيجة الحصار المفروض عليها منذ سنوات وأيضا هناك حركة في الشارع الإيراني تحتاج إلى سياسة خارجية من قبل إيران فاعلة وبالتالي أعتقد أنه ممكن أن نصل إلى مقاربات في المجال الدبلوماسي وهذا يقع على عتق الحكومة العراقية إذا ما كان هناك فريق دبلوماسي متخصص طيب أهلا بك مرة ثانية سيدة علي فضل الله وخلينا نخوض بجانب الأمني بدايتنا طالما كان الأمن مشترك ما بين العراق والجمهورية الإسلامية ولنستوقوف الجمهورية بجانب العراق أمنيا وعسكريا بوقت سابق لكن هذه الزيارة هل ستسهم بتمتين أواصر التعاون بالجوانب الأمنية؟ بدءا شكرا لهذه الاستضافة تحية طيبة لحضرتك سيد بشار والضيف الكريم قطعا الجمهورية الإسلامية تعتبر حليف ستراتيجي لعراق في الظروف التي مر بها العراق طوال العقدين الماضيين وهي كانت ظروف قاهرة ظروف أمنية عصيبة على العراق الجمهورية الإسلامية كانت الجار المساند للعراق على كافة المستويات خاصة في الجانب الأمني اليوم أن تكون الأرض العراقية منطلق حقيقة لتهديد الأراضي الإيرانية وكذلك الاستقرار الأمني الإيراني قطعا هذا الموضوع ينبئ بخطر كبير جدا وهذا ما صرحت به حقيقة وكالات فضائية كثيرة جدا وخصوصا تصريح وزير الخارجية أو عفوا المستشار الأمن القوم الأمريكي الأسبق جون بولتن عندما قال أن إمدادات الأسلحة للمجاميع الإرهابية سماها المعارضة الإيرانية وهي مجاميع إرهابية تصل من أراضي الأقليم كردستان وهذا يبين فعلا أن أصبحت بعض الأراضي العراقية هي مهددة للسلم المجتمع الإيراني وهذا ما يتناقض مع الدستور العراق الذي أكد أن تكون العراق حقيقة أو يكون العراق بلدا يطمح بتحقيق علاقات متوازنة مع دول الجوار وأن لا تكون الأرض العراقية مصدر لتهديد دول الجوار لذلك الزيارة اليوم أنا أعتقد مهمة جدا على المستوى الأمني تحديدا باحتبار أن هذه الأزمة تحتاج إلى معالجة واقعية وحقيقة دولة الرئيس سيد محمد الشياء قام بإجراءات عملية خصوصا باجتماع اتلاف إدارة الدولة قبل المغادرة الجمهورية الإسلامية والذي أوصى من خلال تفعيل دور مهم وقوات البيشمال التي تعتبر دستوريا حامية للإقليم هذا الدور المعطل طوال الفترة الماضية مع قدوم هذه الحكومة أنا أعتقد أصبح له ضرورة ملحة لذلك زيارة السيد الشياء إلى إيران جاءت وفق هذه المباني يراد من خلال هذه الزيارة تحقيق أمن مشترك ما بين العراق والجمهوري الإسلامية من خلال تفاهمات مشتركة من خلال إجراءات واقعية على أرض الواقع وأعتقد الزيارة جاءت بثمارها وأعتقد أن هناك استقرار كبير خصوصاً وأن الجمهور الإسلامية هددت الحكومة السابقة حكومة الكاظمي على أنها كانت مقصرة في حماية الأمن الإيراني باحتبار أنه الأمن دائماً هو مصلحة مشتركة ما بين دول الجوار طيب اليوم حكومة السودانية أو السوداني شخصياً بهذه الزيارة هل نجح بإيصال رسائل التهديئة للجانب الإيراني بأن العراق حريص على معالجة القضايا والتهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية قطعاً يعني قلت لك قبل المغادرة كان هناك اجتماع لإتلاف إدارة الدولة وهو الجهة الساندة برأيك مستوى سلطة تشريعية ساندة لحكومة السيد محمد الشياء اتخذ بعض الإجراءات المهمة وهذه الإجراءات برأيك وفتعطي رسائل طمعنة إلى الجمهورية الإسلامية لذلك هذه الرسائل نقلت إلى الجمهورية الإسلامية ووصلت وبرأيك أن هذه الإجراءات فعلاً ستكون سبباً لوئد الفتنة وكذلك نزع فتيل الأزمة ما بين العراق وإيران أنا أقول هناك إجراءات واقعية ودولة الرئيس محمد الشياء برأيك فعلاً سائر بمسير عملي واقعي مهم جداً من خلال السيطرة على الحدود العراقية الإيرانية بالمقابل من هذا سيد علي كانت هناك بعض الأنباء أو تسريبات بينية الجمهورية الإسلامية على القيام بتحرك أحسنت أنت كري بري على شمال العراق في بعض المناطق التي تشكل خطر على الأمن القوم الإيراني هل زال هذا التهديد؟ هل كان جدياً أصلاً؟ طبعاً الجمهورية الإسلامية وليست مدافع عنها أوصلت أكثر من رسالة إلى الحكومات العراقية وخصوصاً حكومة الكاظمي على أن هناك خروقات أمنية كبيرة جداً تنطلق من الأراضي العراقية اليوم مع قدوم دولة الرئيس محمد الشياء قطعاً برأي وصلت الرسالة إلى الجمهورية الإسلامية من خلال إجراءات الواقعية وبالتالي هذا الموضوع الإجراء لأنه هناك كان من المفترض نية للجمهور الإسلامية بالتقدم براً عبر قوات برية عبر الأراضي العراقية قطعاً هذا الموضوع برأي من خلال هذه الزيارة أصبح في طي النسيان خصوصاً بعد الإجراءات الواقعية والعملية من قبل الحكومة العراقية إذن هذا الموضوع تم مغادرته وتم معالجته من خلال هذه الزيارة أعود لك مرة أخرى دكتور صالح بالنسبة لدور الأقليم هذا الموضوع بالملف الأمني متعلق بشكل كبير بحكومة الأقليم تعتقد أن الأقليم سيتعاون مع الحكومة المركزية بهذا التفاهم الذي جرى ما بين العراق والجمهورية الإسلامية؟ أعتقد أنه يجب على الأقليم أن يكون متفاهماً ومتناغماً مع الحكومة المركزية رغم أن الأقليم طيلت السنوات السابقة ويعقد اتفاقات اتفاقيات وبروتوكولات بعيد عن الحكومات المركزية وهذا الحق أعتقد أنه خطأ في العلاقة ما بين الأقليم والمركز ولكن أعتقد هذه المرة هناك خطر على الأقليم أصلاً ولكن حقيقةً احتداء يظهر من الأقليم على دول الجوار ومن الممكن أن تكون ردودة فعال من قبل دول الجوار على الأقليم وبالتالي أعتقد أن الأقليم أصبح في موضع أو في موقف لا يحسد عليه وبالتالي يجب أن يعني حقيقةً أن يتفاهم ويتناغم مع الحكومة المركز وأن تكون القرارات مركزية بيد رئيس الوزراء من صنع السياسة الخارجية لا يمكن أن يتجزى وإذا تجزى الفعل الخارجي أصبح مجرد فعل وأعتقد أنه لا يتوجد في العلاقات الدولية وزارة خارجيتين في دولة واحدة تتفاوض كلاهما بعيداً عن الأخرى وهذه مشكلة كبيرة بالتالي أعتقد أنه على السيد السوداني أن يجتمع عندما يعود من سفرته من وجهة نظري كمختص برئيس الإقليم وحكومة الإقليم وأن يضع النقاط على الحروف فيما طريقة صنع السياسة الخارجية بالنسبة للعراق كدولة مع دول الجوار وليس كإقليم يتفاوض مع تركيا ويعطي نفط وهو إلى خري وبالتالي الآن عندما يكون هذا خطر على العراق أن يحمي أو على العراق أن يتحمل تبعات الغزو الذي ينطلق منه على دول الجوار وهذه مشكلة ممكن أن تدخل العراق في حرب مع دول الجوار ونحن في غنى عن هذا الموضوع وبالتالي أعتقد أن السيد السوداني مع ذلك لديه حقيقة نظرة كبيرة في موضوع الفعل الخارجي بعدما كانت ردود أفعال سياسة العراق طيلت ما بعد عام 2003 وأيضاً تحرك بسرعة وذهب إلى طهران وأعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك مخرجات دبلوماسية إذا ما فعلت بطريقة حقيقة وضع النقاط على الحروف للجميع طيب سيد علي ملف الأمني التهديد الأمني المشترك ما بين الجمهورية والعراقي لأي درجة مشابه لملف الأمني ما بين العراق وأجارة تركيا هل يمكن أن نشهد تفاهم عراقي تركي بهذا المجال تفاهم مماثل لحل الأزمة ووجود حزب العمال الذي يهدد تركيا برأيي قد يكون الملف حقيق العراقي التركي أعقد من الملف العراقي الإيراني أنا باحتبار أنه أنا كما أسلفت في بداية كلامي الجمهورية الإسلامية تعتبر حليف ستراتيجي لعراق لذلك دائما صفة النزع الفتيل للأزمات يكون سهل جدا من خلال التعاون ما بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية لكن مع الجانب التركي أعتقد الجانب التركي وطوال العقدين المنصرمين استغل الظروف المتردية للجانب العراقي وبالتالي من خلال استغلال هذه الظروف استطاع أن يتوغل داخل العمق العراقي لذلك لو نقارن ما بين الإجراءات التركية والإجراءات الإيرانية الجانب الإيراني حتى في موضوع مهاجمة الأهداف التي تعتبر مصدر تهديد داخل طبعا الأراضي الأقليم من أقليم كردستان للجمهورية الإسلامية تم معالجة من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة دون استخدام القوات البرية الجانب التركي برأي استغل دائما وجود قوات البككة من أجل سيادة النفوذ والسيطرة على الأراضي العراقية لذلك أتوقع أن يكون الملف العراقي التركي أعقد من الملف العراقي الإيراني ولكن هذا يتطلب حنك واستغلال واستثمار أوراق الضغط الكثيرة لدى العراق باتجاه الجانب التركي الأوراق الدبلوماسية الأوراق الاقتصادية الأوراق السياسية خصوصا وأن الجانب التركي لديه أيضا مشاكل كبيرة جدا في هذه الجنبة إذن نحتاج إلى أن تكون العلاقات متوازنة على مستوى العلاقات الدولية وفق العلاقات ما يسمى بالعلاقات الأفقية ألا تنظر تركيا للعراق نظرة استصغار العراق الآن يمتلك مقومات كثيرة جدا نعم العراق يعاني لكن بنفس الوقت العراق يستطيع أن يرد على الجانب التركي إذا تطلب الموقف لذلك هذا الموضوع مرهون بمدى حنكة الدبلوماسية العراقية بإقناع الجانب التركي بالعودة إلى الأراضي التركية والابتعاد عن التهديد للأراضي العراقية طيب دكتور صالح دعنا أيضا نتحدث بالملف الاقتصادي ما يقل أهمي عن ملف الأمني والعسكري لكن ملف التبادل الاقتصادي أو ملف الاقتصاد وملف الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الكهرباء كذلك هل ستنجح هذه المساعي بزيادة التبادل التجاري؟ بالتأكيد كما ما هناك حقيقة أرض صالحة حقيقة للتفاهم الدبلوماسي تكون هناك المخرجات الاقتصادية كبيرة جدا وتربطنا علاقات اقتصادية وحقيقة هناك الكثير من مليارات من الدولارات بيننا كتجارة واستيراد وتصدير بين العراق والجارة إيران وبالتالي استغلال هذا الموضوع هو لصالح البلدين وأعتقد أنه كلما حقيقة كان هناك علاقة الحكومة العراقية الحالية مثل ما تفضل الأستاذ بالحكومة الإيرانية علاقة كبيرة جدا وحليف استراتيجي وبالتالي نستطيع حقيقة أن نفتفهم اقتصاديا أو نستطيع أن نرتقي اقتصاديا مع بعض ولكن مع ذلك يجب من وجهة نظري أن يكون الخبراء الاقتصاد العراقي يعني نموه جديد الآن وبالتالي نحتاج إلى خبراء في هذا الموضوع لأتفاهم مع الجارة إيران حتى تكون المصالح متبادلة وبالتالي لا تبخس الأشياء للطرفين طيب العراق أيضا من جانب آخر يلعب دور محوري اليوم بالتقريب ما بين الاتجاهات المتعاكسة في المنطقة بشكل عام ربما قريبا نشهد أحياء مبادرات الوساطة العراقية بين إيران والسعودية وأيضا مع الأردن ومع مصر لكن ما مدى أهمية أحياء هذا الدور بالنسبة للعراق نعم العراق بلد كبير وهذا حضارة وتاريخ كبير وأعتقد أنه يستطيع رئيس الوزراء ووزير خارجيته بصنع سياسة خارجية فاعله أن يمسك العصى من الوسط لتقريب وجهات النظر ما بين حقيقة الجارة إيران والجارة السعودية وأيضا الأردن وحتى الكويت ومن الممكن الأمارات وقطر أعتقد أن هذه بعض الدول لديها علاقات كبيرة جدا مع إيران ولديها حتى عمل اقتصادي كبير وواردات كبيرة وبالتالي فقط يعني يحتاجها تقريب وجهات النظر وأن تكونها كرسائل تطمينية وأعتقد أن العراق قادر على ذلك باحتبار أن القيادة العراقية لديها علاقات متميزة مع القيادة الإيرانية وأيضا أعتقد أنه من الممكن حتى مع الفعل يكون مع الجانب التركي باحتبار أنه هناك علاقات كبيرة لشركاء الشركاء في الحكومة الحالية لديهم علاقات يعني لا سيمة جانب السنة دعنا نتحدث بصراحة تربطهم بتركيا علاقات كبيرة جدا وبالتالي من الممكن حقيقة أن يكون هناك صفقة شرق أوسطية لصالح حقيقة لصالح المنطقة برمتها ويكون حقيقة قابض الميزان عليه هو العراق وسياسة الخارجية العراقية من الممكن ذلك نعم طيب سيد علي العراق يعني بالنسبة إلى الاستقرار في منطقة غرب آسيا مهم جدا لاستقرار البلد العراقي يحاول منذ مدة منذ عدة سنوات لعب دور الوسيطة بعادة الاستقرار إلى المنطقة لكن بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية هل ستسمح للعراق بالنجاح بهذا الدور؟ يعني يخلينا نكون واقعين السادة بشار الأزمات الآن الكبيرة والكثيرة جدا خصوصا الأزمة الروسية الأوكرانية من المفترض أن تستثمر من قبل الجانب العراقي الآن الجانب الأمريكي حقيقة يعول على استقرار منطقة غرب آسيا بكونها تمتلك حقيقة مراكز مهمة للطاقة وبالتالي تستطيع أن تعوض النقص الكبير في الغاز والنفط الروسي لذلك هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة دائما للفريق الدبلوماسي في موضوع التفاوض وكذلك موضوع بناء العلاقات الدولية هذا الموضوع برأي راجع أيضا إلى مدى حنكة الحكومة العراقية في استثمار هذه الظروف لذلك عندما نتكلم عن الجانب الأمريكي الجانب الأمريكي برأي الآن في ظل هذه الظروف غير مخير لكن قطعا سيضع بعض العراقين في موضوع التقارب أو قد تكون حتى موضوع التقارب ما بين العراق والسعودية والجمهورية الإسلامية قد تحضر بعض المطبات السياسية من قبل الجانب الأمريكي باحتبار أن العراق ومنذ فترة ليست قليلة يلعب دور إطفاء الحرائق للأزمات الإقليمية ما بين دول الجوار لذلك العراق يمتلك مقاومات كثيرة جدا حتى تنوع المكونات السياسي داخل العراق يعتبر ورقة قوة للحكومة العراقية فلدينا من يمتلك من ضمن المكونات السياسية النافذة في العملية السياسية العراقية يمتلك علاقات طيبة مع دول الخليج مع الجانب التركي مع الجمهورية الإسلامية هذه العلاقات يجب أن توظف للحكومة العراقية حتى نستطيع أن نكون أو نمتلك مركزا جيو سياسي يؤثر على المنطقة ونكون حقيقة مركزا مهما في إطفاء العلاقات الإيجابية مع بين دول الجوار في المنطقة منطقة إقليم الشرق الأوسط الشكر جزيلا لكم المحلل السياسي السيد علي فضل الله كنت ضيفا كريما علينا شكرا لكم شكرا لكم أستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشذر شكرا لكم دكتور وإذن مشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه شكرا لكم أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد رئيس مجموعة النبا لدراسات الدكتور هاشم الكندي أهلا بكم دكتور وكذلك الترحيب بالخبير القانوني السيد فيصل ريكان أهلا بكم سيد فيصل أبدأ معكم دكتور هاشم قضية اغتيال أو جريمة المطار باغتيال الشهدين القائدين المهندس وسليماني ربما تأخرت كثيرا هذه الدعوة ربما لم ترفع أيضا بمحكمة الدولية لنعلم ما هي الأسباب لكن ذو الشهد المهندس هل يأسوا من تحرك حكومي أو دولي جاد وبدأوا بالتحرك بدعوة شخصية ورفعوا هذه الدعوة في محكمة الكرخ ببغداد بسم الله الرحمن الرحيم تحيير لكم لمشاهديكم لضيفكم الكريم أستر فيصل جريمة استهداف القائدين الشهدين أولا هي جريمة لانتهاك سيادة العراق باستهداف قائد أمني كبير وباستهداف ضيف العراق والذي هو كان في مهمة رسمية بمكلف من قبل الحكومة العراقية وينقل رسالة لها هذا الأمر كان لابد أن يفعل في المحافل الدولية تحديدا بعد أن وصفت المنظمات الدولية القانونية في الأمم المتحدة بأن هذه الجريمة هي جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية لكن للأسف التحرك تأخر كثيرا تعرفون في وقت الجريمة حكومة عادل عبد المهدي كانت في ضغوطات التظاهرات وما كان يحرك ضدها لا يمكن حكومة عادل عبد المهدي لم يتسع لها الوقت لكن حكومة اللي جاءت بعدها لماذا لم تنظر بهذا الملأ؟ هذا الأمر واضح جدا الحكومة بعض أطرافها لربما تشار لهم الشبهات بالاشتراك هناك تحقيق لم يستكمل لغاية الآن بأن هناك أطراف على الأرض وهناك أطراف مشتركة مع الأمريكان بهذه الجريمة ولم تتفاعل حكومة الكاظمي مع العمل القانوني بل حتى لم تعمل على إدانة هذا الفعل كرد على انتهاك سيادة العراق وبالعكس ربما كان يؤخذ على هذه الحكومة بالتصريح الذي ذهب به الكاظمي عندما التقى المجرم القاتل ترامب الذي يصفه الأمريكان بهذه الأوصاب بأنه مجرم وقاتل وقال له أنت من قضيت على داعش هذا بالتصريح الذي أصبح مثل تندر واستهجان بقدر ما أنه ترامب قتل أبرز القادة الذين حاربوا الإرهاب وقدموا خدمة للإنسانية والعالم فبالتالي اليوم بتباطوا هذه الإجراءات وجد أصحاب الحق الشخصي وهذا القانون يكفل لهم هذا الأمر التحرك مع المحبين والأصدقاء وهم مجموعة بالمناسبة من يقف خلف هذه الدعوة وهي سانتها القضاء العراقي بمحكمة الكر كان عندها قرار سابق بهذه القضية واليوم هناك دعوة رفعت من عائلة الشهيدة المهندسة لكن القضاء العراقي ماذا سيقدم؟ ماذا يستطيع أن يقدم؟ ولماذا لا تتحرك أي جهة كانت للمحكمة الدولية للنظر بهذه الدعوة؟ تحية حضرتك أستاذ بشار ولي ضيفك الكريم دكتور هاشم ولمشاهدي قناتكم العزيزة اليوم يعني الحقيقة نستذكر بألم هذه الجريمة البشعة ضد شخصية شخصيتين الحقيقة ساهموا في تحرير العراق من قرض الداعش بالتأكيد كان لهم ذاك التأثير الكبير نتحدث الحقيقة ضمن القانون العراقي قانون العقوبات العراقي القمية وداعش لسنة 1969 المعدل بالمادة ستة والاختصاص المكاني تحدثت عن أنه إذا وقعت الجريمة على أرض العراق أو في سماء العراق أو في بحر يعني في المياه الإقليمية للعراق كلها أو جزءا منها أعد كل المشتركين بالجريمة وفي هذه الجريمة كان هناك اعتداء سيد فيصل اعتداء على أمن وسيادة البلاد هذا ألا يدفع أو يتيح جوانب قانونية لرفع هذه الدعوة بمحاكم دولية نعم أنا الحقيقة خلي أول مرة أحكي لك كيف يمكن أن تطبق القانون العراقي عليه قبل أن تذهب إلى المحاكم الدولية طيب القانون العراقي بموجب المادة ستة يقول إذا وقع جزءا من الجريمة على أرض العراق وبقية أجزاء الجريمة خارج أرض العراق جميع المشتركين فيها يدانون يعني تنطبق عليهم أحكام هذا القانون لذلك ترامب وكل من ساهم في هذه الجريمة وكل في موقعه يتحملون المسؤولية وتنطبق عليكم أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على عقوبة الإعدام باعتبار أن الجريمة وقعت بالظرف المشدد الظرف المشدد إحنا عندنا كثير من الأسباب تؤدي إلى الظرف المشدد من عندها اشتراك أكثر من اثنين بعملية القتل إذا كانت العملية مدبرة مع سبق الإصرار والترصد هذه عقوبتها الإعدام لذلك يجب أن يتحرك القضاء العراقي من خلال هذه المسألة وفعلا تحرك وقاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر مذكرة قبض بحق ترامب باعتباره هو العنصر الرئيس في الجريمة هو من أمر باعترف بلسانه أمام شهرات التلفاز هو من أمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بقتل هاتين الشخصيتين الشخصيتين أولا الشهيد أبو مهد المهندس كان نائب لرئيس هيئة الحجد الشعبي يعني موظف بالدولة العراقية وضيفه يمثل الحكومة الإيرانية كان ضيفا على الحكومة العراقية وجاء بمهمة رسمية رئيس الوزراء في حينها عادل عبد المهدي قال كان يحمل رسالة من الرئيس الإيراني إلى رئيس الحكومة العراقية هذه كلها أسباب أيضا تدفع إلى الذهاب إلى المحاكم الدولية أيضا باعتبار أن العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس بلدين يخضان حرب طيب مقابل كل هذه المعطيات المعقدة يمكننا سيد فيصل من الجانب القانوني الجمهورية الإسلامية حركت ربما خطوات واسعة بهذا المجال مجال هذه القضية لكن الحكومة العراقية السابقة لماذا لم تحرك ساكنا واقتصرت على اجتماعين يمكن لها أكثر الحقيقة هو نحن نتحدث عن قضاء القضاء العراقي هو من يتخذ الإجراءات الدعوة مقامة أمام محكمة تحقيق الرصافة وأصدرت أيضا وهناك تعاون مشترك بين الجانب العراقي القضاء العراقي والقضاء قضاء الجمهورية الإسلامية بموجب اتفاقية التعاون القانوني والقضاء التي أبرمت بين البلدين هذا الحقيقة أتاح لهم تشكيل لجنة قضائية قانونية مشتركة للنظر في هذه المسألة أنا من تتبعي للأحداث يعني من خلال التحقيق الذي أجريه أنه تم الاستماع إلى شكاوي المدعين بالحق الشخصي طبعا وأيضا تم الاستماع إلى شهود الحادث من كانوا موجودين في المطار لحظة حدوث عملية الاغتيال وتم أيضا الاستماع إلى شهود الشركة الأمنية التي كانت مسؤولة عن المطار هذا الحقيقة هو يدفعنا إلى أنه يجب أن تقوم الحكومة العراقية مع الحكومة الإيرانية بالتنسيق مع الحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية برفع الدعوة أو القضية وتصعيدها أمام المحاكم الدولية التي تتيح للبلدين أن يستثمروا هذا الموضوع خصوصا بعد أن أنهيت فترة رئاسة ترامب ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن مقاباته بموجب الدستور الأمريكي لكن الآن هو مواطن عادي بإمكان تحريك قرار القبض عليه من خلال الانتربول باعتبار أن العراق هو واحد من الدول العضوة في هذه المنظمة الدولية طيب دكتور هاشم محظر هذه الدعوة التي قدمت ورفعت من قبل أخا شهيد المهندس هذا المحظر لم يقتصر على اتهام شخصيات الأمريكية فقط المتورطة بهذا الملف بل شمل شخصيات عراقية كما ذكرتم أنتم أيضا من ضمنها رئيس الوزراء العراقية السابقة سيد مصطفى الكاظمي وأيضا مدير عمليات جهاز المخابرات العراقية سيد ضياء الموسوية هذا تطور خطير بهذه القضية دكتور لكن ممكن أن نشهد محاكمة لهذه الشخصيات العراقية القانون أخذ مجرى وهذا أمر طبيعي جدا بهذه الدعوة المقامة التي هي دعوة سيادة العراق وأمن العراق قبل أن تكون دعوة شخصية وإن كان الوفاء لشخص الشهيد أبو ماد المهندس وشهيد سليماني يستوجب هذا العمل لما قدماها للعراق والشعب العراقي في محاربة الإرهاب بالتالي اليوم التحرك لا بد أن يكون كاملا وشاملا هناك اتهامات وجهت إلى شخصيات لأما بالاشتراك أو أنها تعلم معلومات وأخفتها عن القضاء أو أنها تواطئت أو أنها سهلت هذه كلها تطرح والأمر مرهون بالقضاء العراقي لكن التحرك لا بد أن يكون أمريكا قامت دعوات على العراق إلى أفعال قام بها النظام المقبور صدامت تحديداً وأخذت تعويضات على العراق أمريكا بجريمتها هذه بالمناسبة هي لا تتحدث عن ذكر الشهيد أبو مهدي المهندس حتى تبريرات أمريكا باستهداف الشهيد السليماني هي لا تنطبق على الواقع مطار مدني في وقت غير الحرب وأيضاً هو ضيف لدولة لها اتفاقيات مع أمريكا فبالتالي هذه كلها منطلقات قانونية لإدانة ترامب الذي هو أيضاً اليوم مدان من قبل الأمريكان وعليه دعاوة قضائية لأنه ارتكب بعض المخالفات أو أنه متهم بالتحريض على الدخول إلى الكونغريس الأمريكي بعد أن فشل في الانتخابات وأوزب هذه كلها لا بد أن تكون خطوات حقيقية نحو التحرك للأسف ما كانت فيه الحكومة السابقة من عدم الجدية بل محاولة تمييع هذا الحق وقتل المطالبات اليوم نتأمل بالحكومة الجديدة أن تأخذ سيادة العراق هذه نقطة تحديداً دكتور إذا تسمح لي يعني الحكومة السابقة متهمة بعرقلة إجراءات التحقيق بهذه القضية وبالتالي الحكومة الحالية حكومة السوداني هل يعول عليها بمتابعة هذا التحقيق أولاً هذه من الأمور الواجبة على الحكومة كما قلت الأمر يتعلق بسيادة العراق وبكرامة العراق بجل الاحترام للشهدين لكن هذا الأمر يتبط بهذا العنوان الأول هذا الأمر لا بد أن يتم التحرك به من قبل هذه الحكومة هذه الحكومة أيضاً هي اليوم حكومة مدعومة من اعتلاف إدارة الدولة الذي هو يمثل مئتين وتسعين نائب وأيضاً لا ننسى اليوم الإطار التنسيقي الذي رشح رئيس الوزراء والذي هو رئيس وزراء الإطار التنسيقي هو يمتلك اليوم نصف أعضاء البلمان والجميع يعرف ويقر ويشهد بفضل الشهداء ويرفض هذه الجريمة فبالتالي اليوم حان وقت الوفاء للعراق أولاً وللشهداء في أن تأخذ المسارات القانونية كل مداياتها في إدانة أمريكا وإدانة ترامب بارتكابهم هذه الجريمة وأيضاً للعراق خطوات لا بد أن تكون خطوات سابقة هذا الأمر يتعلق بمنع الاستهتار الأمريكي بأرواح العراقيين وبسيادة العراق والأمر حتى لا يتكرر مثل ما حصل في حينها وحصل قبلها طبعاً طيب سيد فيصل باعتبار هذا الاعتداء هو مو اعتداء شخصي بل هو كما ذكرتمه اعتداء على أمن وأمن سيادة البلاد كذلك هذا ألا يجب الدور على الحكومة أكثر من القضاء العراقي أنتم ذكرتم أن الدور القضاء يجب أن يأخذ مجرى بهذه القضية لكن باعتبار القضية قضية اعتداء على أمن وسيادة البلاد ألا يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على السيادة بمتابعة وتدويل هذه القضية نعم أنا قلت لحضرتك أنه أولاً هناك اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية هذا قد يكون سبب من أسباب الاحتجاج العراقي أمام المجتمع الدولي يعني أولاً هناك اتفاقية تعاون مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا واحد اثنين أنه الجريمة وقعت في أرض مطار بغداد المدني يعني ليس مطاراً عسكرياً ثلاثة لا توجد هناك حالة حرب بين البلدين حتى ممكن أنه الولايات المتحدة الأمريكية سير طائراتها وتقصف مواقع داخل العراق كما قصفت مواقع كثيرة حقيقة هذه أسباب طبعاً أولاً خالف بيها ميثاق الأمم المتحدة وبعدين اعترف بلسانها يعني نحن لو ما نقول كل هذه الموضعات سيد فيصل يعني إلى أي درجة توجب على الحكومة أن تتابع مجريات التحقيق أو متابعة تدويل هذه القضية باعتبار أن الشهداء القادة دافعوا عن العراق وبالتالي السيد المهندس الشهيد المهندس هو أبروحي مثلاً لهذه لقوى الإطار اللي انبثقت من عدها هذه الحكومة حكومة محمد الشياء السوداني بالتالي هذا ألا يوجب وسيدفع الحكومة لمتابعة هذه القضية نعم أنا أعتقد أنه حتى بإمكان يعني خلينا نقول البلدين يعني العراق والجمهورية الإيرانية الإسلامية نعم أنه ممكن أن تستخدم هذه هذا الموضوع لتأليب الرأي العام العالمي الحقيقة يعني أنت من تعرض هذه المسائل أمام الرأي العام العالمي وخصوصاً وذكر دكتور خاشم أنه هناك دعاوي كثيرة مقامة أمام على ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعتقد هذا هو الشخص أيضاً متهم بكثير من المسائل لذلك أنت ممكن أن نتقلب الرأي العام العالمي وتذهب إلى مجلس الأمن لأنه مجلس الأمن والمنظمة الدولية هي الراعية باعتبارها المنظمة الدولية التي تجمع كل الدول وتؤمن السلام باعتبار أين دولة خالفت هذه شروط السلام ممكن أن تتعرض إلى العقوبات الدولية لذلك يعني يجب أن تستخدم هذه الورقة ورقة الضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً أنه هناك خلاب بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وترامب الذي تآمر ضده حقيقة طيب هذا بالجانب الدولي والأطراف الدولية المتهمة اللي هو الرئيس الأمريكي وكذلك وزير خارجيته لكن أكو تطور ذكرناه قبل قليل بهذه الدعوة التي قدمت من أخ الشهيد المهندسة باتهام شخصيات عراقية مو فقط شخصيات أمريكية اللي هو رئيس الوزراء السابق وكذلك مدير عمليات جهاز المخابرات العراقي في هذه الحالة يعني إلى أي درجة هذا التطور يعتبر خطير من الجانب القانوني وممكن أن نشهد فعلاً محاكمة هذه الشخصيات نعم الحقيقة لا يوجد شخص يعني الدستور العراقي سوى بينه كل العراقيين يعني العراقيون متساوون أمام القانون وهذه نص دستوري بالدستور العراقي النافذ لذلك إذا كانت هناك اتهامات ضد شخص معين يجب أن يقدم وفق الأصول يعني وفق الإجراءات القضائية أمام المحاكم ويجري التحقيق معه انثبت والقاضي يحكم بما تتوفر لديه وأمامه من أدلة وقرائن وليس بقناعاته الشخصية بالتأكيد إذا توفرت لديه القاضي المختص أدلة وقرائن تدين أي شخص يجب أن يتخذ الإجراءات القانونية بحقه لأنه هناك دعاء عام وهناك رأي عام أيضاً لا يمكن السكوت عن أي شخص ممكن أن يتهم بجريمة أعتقد أن المحكمة التحقيق الرصافة التي قيمت أمامها الدعوة سوف تنظر بالموضوع بشكل جاد لأنه الجريمة ليست جريمة شخصية حقيقة مثل ما قلت حضرتك الجريمة وقعت ضد العراق يعني ضد بلد آمن ما عنده مشكلة والولايات المتحدة الأمريكية ولا عنده مشكلة هذا الرجل مع أي شخصية أخرى كان بالعكس كان هو وظيفة من ساهموا بتحرير كثير من أناظي العراق من قبضة داعش طيب سؤال أخير لكم دكتور هاشم يعني سبق أن شكلت لجان أو لجنة مشتركة ما بين العراق والجمهورية الإسلامية لمتابعة التحقيق وهذه القضية وأيضاً شكلت لجان داخل الجمهوري الإسلامية ولجان داخل العراق وبقيت القضية معلقة ما بين هذه اللجان يمكن اجتماعين أو ثلاثة أو أقل لكن هذه القضية اليوم أو الدعوة المرفوعة من قبل ذو الشهيدة المهندسة ممكن أن تشكل مقابلها لجان وتترك أو يترك هذا الملف داخل الرافة أو على الرافة باعتبار القضية دعوة شخصية من أخ الشهيدة يجب أن تفعل من قبل القضاء أو من قبل الحكومة الدعوة والتحقيق الذي طلب به بأكثر من مرة من الجمهوري الإسلامية كان يلاقى ببرود من قبل الحكومة السابقة وهذا الأمر كان واضح حكومة السابقة وحتى رئيس الحكومة عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات هو أحد المتهمين ظهرت في الفترة الأخيرة وثيقة تشير إلى أن الشهيد المهندس قدم قائمة إلى الكاظمة عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات بمجموعة من الأسماء التي تخطط لاغتيال المهندس بعد ذلك هناك حقائق في وقت الجريمة وهذه الأمور معروفة للمختصين هناك عناصر بشرية نزلت على الأرض وأخذت عينات من جثامين الشهداء وأخذت حقيبة الشهيد السليماني ومسدس الشخصي ونقلت إلى الأمريكان وحتى هذه الأعيادات وأعلنوا بعد ساعات من الاستهداف بأن المستهدف هو الشهيد السليماني وشهيد المهندس فبالتالي هناك تعاون من عناصر على الأرض وتحقيق فيه تفصيلات كثيرة اليوم بهذه الاتهامات المباشرة وهو لصاحب الحق الشخصي لا بد أن يأقذ القانون مساراته وأيضا لا أحد فوق القانون يبقى الفصل للقانون العراقي وللسلطة القضاء العراقي في التحقيق وأن يكون الأمر تحت أنظار العدالة العراقية بعد ذلك مسؤولية الدولة العراقية بأن تنفذ القانون الذي يحكم به القضاء على والأحكام على المتهمين العراقيين الذين يدانون وتتحرك على المجرمين خارج الحدود لأن هذا واجبها لأن الاستهداف حصل بالقتل على موظف يخدم الدولة العراقية في أثناء خدمته ومن جراء هذه الخدمة وهذه مسؤولية قانونية وقبل أن تكون مسؤولية قانونية هي مسؤولية أخلاقية على الدولة العراقية وعلى الحكومة العراقية رئيس مجموعة النبا للدراسات الدكتور هاشم الكندي شكرا لكم كنت ضيفا كريما وكذلك الشكر لكم أهل خبير القانونية سيد فيصر يكان كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكر موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا لكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر